صلى الله عليه وسلم وهي تحايا الصباح وتحايا هذه الروحة الطيبة لكل المشاهدين لصباح الشروق لليوم في هذه الحلقة الخاصة بمولده صلى الله عليه وسلم والتي نحاول أن نحكي فيها السيرة لست بالحكاية التي دائما نتحدث عنها في مولده في سرد لسيرته ولكن نتحدث عن إسقاط هذه العبر والعظات في سيرته وفي مولده على حياتنا اليومية على تحدياتنا المختلفة وكيف يمكن أن نواجه هذه التحديات وأن نتياوزها بوقوفنا على سيرته صلى الله عليه وسلم وعلى حكمة مولده صلى الله عليه وسلم سعداء أن يكون معنا اليوم صباحا سبيلة الشيخ صديق محمد الزبير مرحب بك كل عام وأنت والأمة الإسلامية بألف خير بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمان وعلى نظر الله سبحانه وتعالى أن نكون خفيفي أرضي لعليكم في غناة أشرق إنه لذلك والقادر عليه والمصطفى صلى الله عليه وسلم ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كما قال تعالى محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحاماء بينهم طراه بركعا سجدا ابتوان فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شضأه فعزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعظ الله الذين آمنوا عن الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من ذجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم وكما جاء في الحديث النبي الشريف هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي وهذا هو سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الذي ابتعى صلى الله رحمة للعالمين كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مولده نعم فهناك بعض الإشارات أو بعض الإرهاصات بمولده صلى الله عليه وسلم وفي حالة مولده فكانت هناك بعض الإخصات ومنها تشقق إيوان الكسرى ونار فارسة التي لم تغمد منذ ألف عام فقد خمدت لوداته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذلك خرج من رحم أمه نورا أضاء ما بين المشرقي والمغربي وهذا إن دل إنما يدل على أن هناك نبي وهو نبي رحمة والنعمة المزداه والحقيقة حتى حديثك عن إيوان كسرى وغيرها هي إشارات ثونية قد تكون هي موجودة واقعيا ولكن أيضا في حديث عن الإشارات لمبعثه صلى الله عليه وسلم التي كانت حتى في الرسالات السابقة لرسالة الإسلام فكيف كانت هذه الإشارات وكيف استقبلها حتى عندما تحدث عن استقبال العرب في الجزيرة العربية لميلاده صلى الله عليه وسلم وبعدها في الحديثنا عن الرسالة نفسها كيف كانت هذه الإشارات طريق لأن يعرف من القادم وكيف هي سيماته ومن هو محمد صلى الله عليه وسلم فمحمد هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وأمه آمنة بنت وهب وأبوه عبد الله وهو أرسل الله سبحانه وتعالى للناس كافة بشيرا ونذيرا وهو الرحمة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو محمد خير الأسماء حمد في السماء وفي الأرض هو محمود في السماء ومحمود في الأرض ومن هذه كذلك أنه صلى الله عليه وسلم جاء رحمة لولاه لما خلق الله الكون ولولاه ما كان على وجه الأرض من شيء أشارات مبعثه في الرسالة السابقة نعم الله عز وجل يقول الله عز وجل وإذ أخذ الله مثاقا نبينا لما أتيتكم من كتاب ورحمة لتؤمنون به ولتنصرون له قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئكم فاسقون فرسال صلى بالأنبياء وصلى بمصالين في المسجد الأقصى وكلهم أقروا بذلك وشهدوا بذلك صلى الله عليه وسلم دعنا أيضا نقف عند ملامح مختلفة لسرد هذه السيرة في ميلاده لنربطها بواقع وما هو في الواقع فنحن نتحدث عن المنهج الحياتي أكثر من أن نسرد للقصة فخلينا بداية نتحدث عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيم ويمكن ميلاده يتيم هي أبواب مختلفة للحديث عن ارتباطه باليتامة بالفقراء والإحسان لهم جانب آخر لميلاده يتيم هو يعني هذا التطور في اليتم والحديث عن أنه تجاوز أنه ولد يتيما وتوفيت أمه وهو صغير وتوفيت جده وغيرها فبعدها أصبح أيضا التطور في هذا اليتم له تحدياته التي صنعت منه الشخصية المواجهة لمختلف التحديات فنتحدث للشقين في اليتم إذا كان الإحسان أول حديث عن تكوين الشخصية نفسها نعم ولد سيدنا حمص صلى الله عليه وعلى آله صاده وهو يتيما كما قالت تعالى في المحكم في ذلك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى فهو تركه أبوه وهو في بطن أمه وبعد ذلك توفت أمه وهو عمره ستة سنوات وبعد ذلك قام بكفالته جدي عبد المطلب وبعد ذلك عمه أبو طالب فكان يتيما وكان صلى الله عليه وسلم في يتمي هذا عبرة وعظة حتى أنه صلى الله عليه وسلم يعيش هذه الفترة وكذلك كل الفقراء وكل اليتامة يعيشون مولده صلى الله عليه وسلم وحديثنا أيضا عن أن دائما يعني نحن الضعيفين عندما نجد تحديات في الحياة نكون أمامها منهزمين أكثر في كثير من الأحيان فإلى أي مدى يعني هذا التجاوز والتحدي ليتمل زي ما ذكرت في مراحل مختلفة صنع منه هو قادر على مجابهة مختلفة التحديات وده يمكن في إسقاطه على الحاضر في حديثنا عن ما يواجهنا في الحياة وكيف يمكن أن نتجاوز مختلفة التحديات نعم ما يواجهنا اليوم وهو نحن في عصر العولمة وعصر التطور والعصر ما يسمى بعصر العولمة أو عصر وسائل التواصل الاجتماعي فينبقي علينا أن ننتصر على هذه الوسائل وأن تكون هي أداة خير وليس أداة شر لأن الآن نحن في عصر أصبح الشباب فيه بعيداً كل البعد عن الله عز وجل وعن دينه وينبقي علينا كشباب أن نحزو وأن نقتدي بسيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صحيح وحديثاً عن هذه التحديات للفضاءات المفتوحة هي واحدة من التحديات التي تجابها الأمة ولا بد أن تستثمرها إيجاباً ولكن هي التحديات في الحياة مختلفة ما أردته من السؤال هو الحديث عن هذا التكوين في إزقاط على الواقع في التربية وتكوين الشخصية للإنسان والبشر عموماً لأنه يكون متجاوز لتحديات الحياة وكيف يمكن أن يكون شديد فيها نعم كما قال تعالى في محكة بتنزيله علمه شديد القوى ذي مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وينبقي علينا أن نهتدي بهذه المصرى صلى الله عليه وسلم وأن نغتفي أثره لأنه هو قدوتنا كما قال تعالى لغد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يغضو الله واليوم الآخر لأنه هو نورنا كما قال تعالى لغداءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله ويتمع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وينبقي علينا ونحن مسؤولون وكلنا ينبقي علينا أن نكون قدر المسؤولية وقدر التحديات وأن نجاب هذه التحديات بما ينبقي علينا أن نكون قدر المسؤولية لأننا في عصر دامس عصر أصبح الإسلام فيه قريب على الناس بدأ الإسلام قريبا وسيعود قريبا فطوب على القرباء فعلينا أن نتمسك بهذه تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيقوا عنها إلا هالك صحيح وقال حديث عن اتباع منهجه في التربية للأبناء اتباع منهجه في جوانب مختلفة قد يظن البعض في أنها غير مواكبة للعصر كما ذكرت في ظل إنه الإسلام هو الرسالة المتجددة والقابلة لأي مكان وزمان وفي حديثك يعني خلينا نقف عند إخراجهم من الظلمات إلى النور وهو حديث عن بيئة الجزيرة العربية وقتها وكيف كانت هذه البيئة مما تحوي من ظلام فعلا ومشكلات وغيرها وكيف خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النور فنتحدث عن هذه البيئة وتهيئتها أيضا لاستقباله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جاء صلى الله عليه وسلم والناس في ظلمات بعضها فوق بعض وقد كان الناس يعبدون الأصنام منذ فترة بعيدة ومنذ أمد بعيد وجاء لإخراجهم حتى كما جاء في الحديث خير ما جئتكم به أنا والنبينا بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فكان العرب في جاهلية عمياء وفي ظلمات فكانوا يعبدون الأوسان لأنهم يعتبرون أنها تقربهم لله عز وجل الله عز وجل يقول في محكمة الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فهذا الله سبحانه رضي لنا الإسلام دينا ورضي الله رسول الله سبحانه بأنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم والحديث عن إكمال الدين هو نعود به للحديث عن أن هذا الإسلام هو منهج متجدد ويمكن أن يواكب كل ما يأتي به العصر وخلينا نسقط على الموجود حاليا في حديثنا عن الحريات المختلفة بداية نتحدث عن جانب الحريات وكيف يمكن أن يكون هو التحرر في جانب الفكر أكثر حتى الآن نتحدث عن هذه البيئة في الجزيرة العربية التي خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشياء هي كانت قيود محددة من سنين هي موجودة حتى في أفكار الموجودين في الجزيرة العربية وكيف يمكن أن تمجابهة هذه التحديات فحديثنا عن تحرر الفكر وقتها الحرية طبعا هذا الهوس الذي يضج ويعج في الساحة ليست هناك ما يسمى بالحرية أو الحرية المطلقة حتى الحريات مقيدة بديانات سماوية مقيدة بقيم مقيدة بأخلاق الله عز وجل يقول تلك حدود الله فلا تقربها تلك حدود الله فلا تعتدوها بمعنى أنه ما في حرية ما في حاجة سيكون هو فري حر بمعنى يفعل ما يريد أو يفعل ما يشال خلينا نسبت عشان كل الشباب بيشاهدونا إن هي موجودة الحرية ولكن فهمنا للحرية خارج عن القيود التقليدية هي ممكن يكون حتى يعني العرب في جزيرة العربية تحدث عنه تخلصوا عن هذه القيودة الفكرية بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فإلى أي مدى رسالة الإسلام هي قابلة لهذه أو استيعاب هذه الحرية التي يمكن أن تكون هي الحرية الحقيقية نعم الحرية الحقيقية وهي تاني بمعنى لما سمح الله لك عز وجل أن تتحرك من خلاله من خلال كتابه سبحانه وتعالى ومن خلال سنة نبيه سيدنا حمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلا الإنسان أصلا خلقه لعبادته وخلقه لهدف وخلقه لغاية لكن ما نراه الآن في الساحة ما يسمى بأن الإنسان هو حر وهو في لي يفعل ما يشاء فهذا الإسلام قيد هذه الحرية فالحرية تنتهي عند حرية أخيك فإذا عبرت بعد ذلك فأنت تكون تعدد على حرية الآخرين فمعنى الحرية بأنها مقيدة يعني وفي حيث يسمع الإنسان هو يفعل ما يشاء نعم صحيح وحتى في مناهجنا التي نتحدث عنها الحياتية خلينا أيضا نتحدث في جوارب أخرى عن تجديد هذه الرسالة في حديثنا عن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأطفال مع المرأة فهذه الرحمة في يعني الوعاء الأوسع لها نعم هكذا كان رسولهم وهو يعتبر الرحمة فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فض من حولك والله عز وجل يقول غل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وصلى الله عليه وسلم كان رحيم فقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أفسكم عزيزهم وعليهم حريصا عليكم بالمؤمنين رأف رحيم وهو رحمة للأمة وهو رحمة للبشرية رحمة للكافر ورحمة للمسلم ورحمة للمنافق ورحمة لكل المخلوقات ورحمة لكل الحيوانات وهو يعتبر الرحمة والنعمة المهداة والرحمة المزداة فمن أجل ذلك ينبقي علينا يعني أن نكون رحيمين أنه من لا يرحم لا يرحم أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء والراحمون يرحمه الله كيف ترحم مرأة زوجها وكيف يرحم الزوج زوجته وكيف يرحم الأب وأبنائه وبناته وكيف تكون هذه الرحمة بين أيدينا ونحن نعيشها واقع باعتبارها نطف وباعتبارها حنان وباعتباره عطف يتدفق بين أيدينا صحيح وهي جوانب مختلفة نحن نتحدث عنها في حديثنا عن الواقع وعن الحياة ويمكن أن نربطه بالسيرة النبوية بمولده صلى الله عليه وسلم وسماته المختلفة فدعنا نتحدث في إطار الاستماد عن الصدق وقد ولد صلى الله عليه وسلم بهذه السماء صادقا حتى قبل أن تأتيه الرسالة إلى أي مدى هذه السماء كانت هي دافع لأن تكون رسالة الإسلام هي منتشرة يعني حتى العرب قبل الإسلام كانوا يصدقونه صلى الله عليه وسلم خلينا نتحدث عن هذه السماء هكذا كان رساله صلى الله عليه وسلم حتى قبل دعوته ومنذ سقره سقره كان أمينا وكان صادقا وكان لا يعرف الكذب وكان جادا كان هكذا رساله صلى الله عليه وسلم وحتى لقب بالأمين أنه كان أمينا منذ سقره فالله عز وجل حفظه منذ سقره وحفظه كذلك في كبره فإنه الصادق وهو الصادق وهو المصدوق نعم نعم يعني ذلك عندما نتحدث عن هذه السماء المختلفة نتحدث عن جوانب لوجود هذه السماء وفي حديثنا عن سماء الصدق والأمانة وغيرها من السماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو حديثنا عن ما يحدث هذا السلام الداخلي الذي ينعكس على تكوين الفرد وينعكس على المجتمع فخلينا أيضا نتحدث في هذا الجانب إلى أي مدى امتلاك هذه السماء الطيبة يمكن أن يكون له أثره على الفرد وأن يكون يحقق هذا السلام الداخلي الذي يحقق السلام المجتمعي الذي ندعى له جميعا نعم لا شك ولا رب أن السلام وهو اسم من أسم الله عز وجل وأن السلام بمعنى الأمان والثقة وأن السلام وهو يعتبر تحية أهل الجنة كما قال تعالى سلام قوله من ربهم ورصد الكوجياه بحاجة يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأضعموا الطعام واصلوا الأرحام واصلوا بالليل والناس تدخلوا الجنة بسلام ومعنى السلام بمعنى بالأخص السلام الداخلي كيف يسلم الإنسان على نفسه وكيف يكون سليم القلب وكيف يكون سليما مع غيره وكيف تكون وعياه سليما فعشان من أجل ذلك السلام الله عز وجل ذكره في كتابه العزيز هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون من أجل ذلك لا بد الناس أن يعيشوا كما قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريد أن يخدعوك فإن حصبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم وينبقي علينا أن يكون هناك السلام الفردي والسلام الجماعي والسلام المجتمعي والسلام الأسري والسلام الدولي سنرجع يعني للحديث عن السلام الداخلي وكيف يمكن أن نعكس على المجتمع وكيف نزعى إلى ذلك من خلال صيراته النبوية وعكس الاستماعات المختلفة على هذه الحياة لنكون في هذا النهج لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث عن عبر وعظات وإتقاطها على الواقع سعداء نرحب من جديد بفضيلة الشيخ صديق محمد الزبير مرحب بك من جديد وكنا نتحدث في جوانب مختلفة لوجود هذه الاستماعات المختلفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإسقاطها على الواقع وكيف يمكن أن نحقق هذه الاستماعات في حياتنا وفي منهجنا اليومي وقفنا عند السلام والسلام يبدأ بحديثنا عن السلام الداخلي للفرض وكيف يمكن أن ينعكس على السلام المجتمعي فنواصل في هذا الحديث في حديثنا عن استماعات المختلفة لخلق السلام في تكوينه صلى الله عليه وسلم وكيف نعكس ذلك على بيئته وكيف يمكن أن نسقط ذلك على حياتنا اليومية نعم إسقاط ذلك لا شك ولا ربا في حياتنا اليومية السلام كما قلت بمعنى أنه الثقة والأمان والسلام بمعنى أن يسلم المسلم على أخيه المسلم قيام الحديث حق المسلم المسلم إذا لقيته فسلم عليه لأنه عندما تسلم عليه على أخيك المسلم فيعطي إشارة ويعطي إليه الثقة والأمان عكس إذا لم تسلم عليه لا شك أنه ربما يظن ظنا سيئا من أجل ذلك لا بد من السلام والسلام يعتبر سنة سنة صلى الله عليه وسلم صحيح وهو سنة والرد واجب أن يرد الإنسان مسلم على أخيه المسلم وأن يسلم الناس جميعا وأن تكون قلوبهم سليمة نعم ما يسمى بالسلام الفرضي أو السلام الجماعي أو السلام الداخلي وهو سلام الذات أو سلام النفس يعني أن تكون نفسه سليمة من كل شائبة ومن كل مرض معنوي ويمكن حديثنا عن السلام الداخلي الذي ينعكس على المجتمع هو حديث عن توافق القول والفعل وهذا قد يكون قد نفتقده أحيانا وهو سبب في كثير من المشكلات فهذا ما أود الحديث عنهم أنه يجب أن يكون هذا السلام موجود في توافق القول والفعل ووجود هذا السلام في إنعكاس على المجتمع وعلى الحياة عموما نعم الله عز وجل يقول في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مغتا عند الله ولا بد للقول أن يدبعه الفعل حتى يتحقق هذا السلام وحتى يخرج هذا السلام من الداخل إلى الخارج ويكون واقعا معاشا لأن النسان عندما يكون سليم الصدر وسليم القلب الله عز وجل يقول يوم لا ينفع عمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك سليم من الكبر سليم من الرياء سليم من الأمراض المعنوية التي ربما تلقي بصاحبها في نار جهنم والعياذ بالله صحيح وفي حديثنا عن القول والفعل دعنا نتحدث في جانب يمكن هو نحا دائما عندما نتحدث عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه نتحدث عن السنن القولية ولكن هذه المساحة أيضا بما نحتفي بمولده أن نتحدث عن أهمية اتباع السنن الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا شك ولا ريبة أن هناك سنة فعلية وسنة قولية وسنة تقديرية يعني بمعنى السنة الفعلية وهي التي فعلها رسول الله وواظب عليها وأمرها في جماعة ولم يدل دليل على وجوبها فينبقي وهكذا تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كان هارها لا يزيق عنها إلا هارك نعم تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنة وسنة بمعنى سنة صلى الله عليه وسلم وأطيع الله وأطيع الرسول بمعنى نطيع كتابه ونطيع سنة رسول الله وسلم فكيف نتمسك في هذا العصر الحديث بسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يكون واقعنا كواقع رسول الله وسلم ويكون واقع الأمة كواقع حياة رسول الله وسلم نعم وهو حديث عن يعني عندما نحدث عن السنة الفعلية جانب مهم أن نتحدث عنه في ظل التحديات الماثلة في إدارة الفرد وإدارة الجماعة والسياسات المتبعة من قبله صلى الله عليه وسلم في إدارة الفرد والجماعة الإدارة والإدارة منذ أمد بعيد ونحن نعلم أكبر مدير وأكبر غائد وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فينبقي علينا أن نتأسى بأسوته وأن نغتدي أثره وكيف كان يجور صلى الله عليه وسلم كل حركاته وسكناته وحياته لأننا حسنوك كما قال تعالى في أحكي بالنزيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسمين ينبقي علينا حياة المسلم ومماته وكل حركاتي وسكاناتي أن تكون وحتى إدارته بالوقت أن يكون كحياة الرسول صلى الله عليه وسلم الله عزيز يقول والعصري إن الإنسان لفي خسر فينبقي علينا كيف ندير أوقاتنا وكيف ننظر إلى المدير الناجع والناجح الذي يدير وقته ويدير ما أوكل إليه من مسؤولية وهي إدارة الحال يعني دائما نتحدث عن أحوال مختلفة فالجوانب لإدارته صلى الله عليه وسلم في موازنات الرحمة والشدة وغيرها من الأسلمات التي نتحدث عنها والتي يعني يملوكها صلى الله عليه وسلم ونريد أن تكون نهجا حياتيا في حديثنا عن هذه الأسلمات نتحدث عن إدارة الفرد والجماعة في الشدة وإدارة الفرد والجماعة في الحرب وفي السلم وغيرها وهذه الموازنات المختلفة عكس عبد الله صلى الله عليه وسلم تعرف الله في الرخاء يعرفك في شدة فالإنسان عندما يكون في حالة الصحة وفي حالة الغناء وفي حالة الميسرة ينبقي عليه أن يغتنم هذه الفرصة وتعتبر فرصة ذهبية إذا كان غنياً فلينفق وإذا كان فغيراً فليستعفف وإذا كان نصيحاً أو صحيحاً عليه أن يغتنم صحته في طاعة الله عز وجل في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله وإذا كان نصيحاً عليه أن يعبد الله عز وجل حق عبادته صحيح وإذا السياسات المختلفة للرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسقطها على واقعنا لا بد أن لا نتجاوز حديثنا عن الاقتصاد فإدارة الاقتصاد في سيرته صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن أن تسقط على الواقع نعم أو ما يسمى هناك بالاقتصاد الإسلامي فكيف ينبقي علينا أن أسلم اقتصادنا وأن يكون اقتصادنا ليس كالاقتصاد الغربي كثير من الناس يغلدون وربما يكون اقتصادهم على غير الاقتصاد الإسلامي الذي هو ينبقي أن يكون فينبقي إذا أردنا أن نضغط ذلك على الواقع ينبقي علينا أن نرجع إلى كتاب الله والسنة والسلم فنجد ما في كتاب الله ما فيه الكفاية وما فيه الكفاية والشفاء إن شاء الله وخلينا نتحدث في نماذج وتفاصيل عن إدارة الاقتصاديات للدولة دائما هو حديث عن أن هذا النهج وهذه استماعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتكوين في حديث عن الإدارة في مفهومها الأوسع يعني ليس التفاصيل عن الاقتصاد يمكن أن يحتاج لحلقات للحديث عن اجتهادات المختلفة في الاقتصاد ونظريات المختلفة وغيرها ولكن هو حديثنا عن جانب الإدارة بشكل خاص وكيف يمكن أن نسقط إدارته صلى الله عليه وسلم لإقتصاديات دولته في ما نواجه هؤلاء نعم الله عز وجل يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وبالتالي لو لاحظنا إلى اقتصادنا اليوم كثيرا من الناس ربما يشرفون حتى في حركاتهم وفي إداراتهم وفي إرشادهم للمال العام وحتى المال الخاصة وكان على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة وهذا لا وعد إنسان أن يقتصد في حياته لأنه من اقتصد كان غنيا لا شك ولا رجل جديد وهي جوانب مختلفة للحديث عن هذه السماعات وعن سيرته صلى الله عليه وسلم كيف يمكن أن نسقط على الواقع وجوانب مختلفة دائما نتحدث عن المواكبة والعصر وكيف يمكن أن تكون هذه ما يعرف بالثقافة أو الجوانب للتحضر وغيرها وربطها بجوانب الدين في كثير من الأحيان أو البعض يظن أن هذا الدين هو كلاسيك نوعا ما أو شيء قديم يمكن أن ينتهج به ولكن لا يمكن أن يكون هو مسار حياة فخلينا اليوم نحن نتحدث عن مولده صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن أن نعتبر وأن يتكون هناك أعضاء في مولده صلى الله عليه وسلم أن نكون حديثنا عن الدين الحياة وكيف يمكن أن نستثمر تفاصيل الدين ونحكم وفقها في جوانب حياتية مختلفة لا شك يا رجب أننا في هذا العصر الدامس أو ما يسمى بعصر التطور والتكنولوجيا وعصر الوسائل الحديثة ينبقي علينا ونحن كمسلمين أو كمسلمات أن ننتهج نهجه صلى الله عليه وسلم ونحن في عصر العولمة وبالأخص الشباب في مواجهة العولمة لأن اليوم كثيرا من الشباب ربما رضعوا في سد القرب أو ربما تشبعوا من الغرب أو ربما يحاكون الغرب أو يغلدون القرب لكن لا ينبقي للشباب المسلم لو نظرنا إلى الشباب الأول في عهد رسول الله وسلم وفي القرن الأول كيف كان الشباب من الشباب كابكر الصديق رضي الله عنه وعمره 37 سنة وعمر الخطاب عمره 27 وعثمان بن عفان وعمره 34 وعلي وهو في العاشرة من عمره هؤلاء كانوا غدوة وكانوا أسوة كانوا شبابا كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقول الله عز وجل ينبقي للشباب المسلم أن يكون هكذا أن يكون شباب يقتدي بهذا الشباب الذي هو الشباب الأول وإلا إذا فغد الشباب ضلته فبالتالي ينحرف وينجرف ونحن الآن في ظل العولمة وظل التطور وظل الوسائل الحديثة ينبقي علينا أن نوجهها التوجيه الصحيح لأن الشاب إذا خرج عن دينه فهذه مشكلة ينبقي عليه أن يرجع إلى صوابه وأن يرجع إلى كتاب الله عز وجل الحديث عن الشباب شخص صديق هو حديث عن الجوازب يعني لا بد أن تكون هناك طرق جاذبة في الدعوة لا بد أن تكون هناك ثوابت وأساسيات في التربية وغيرها سنعود للحديث عنها أقوى كل عام وأنتم جميعا بألف خير نجدد التحايا لكم ومشاهدين ونحن نحتفي بمولده صلى الله عليه وسلم وهي ألوام مختلفة للاحتفاء في ولاياتنا المختلفة وداخل الأستوديو نرحب من جديد بفضيلة الشيخ صديق محمد الزبير وكلنا نتحدث عن جوانب مختلفة لهذا الاحتفاء في أخذ العبر والعظات في سيرته ومولده صلى الله عليه وسلم ووقفنا عن اغتداء الشباب بصلى الله عليه وسلم وذكرت أن هناك قيم مختلفة يجب أن تكون هي موجودة عند الشباب كنهج من سيرته صلى الله عليه وسلم ولكن فضيلة الشيخ دائما نتحدث في ظل المواكبة والشباب في جوانب موجودة حياتية لا يمكن أن ينفصلوا عنها في مجتمعهم فشكل الرسالة والدعوة وكيف يمكن أن نجدد هذه الطريقة في الدعوة وفي شكل تقديم صورة القيم للشباب أو سكبها في قوالب جاذبة للشباب فهذا يمكن هو الجانب المفقود يمكن يكون عند شبابنا والذي سيقود بالتأكيد لما نصبوا إليه في حديثنا عن تمليك هذا القيم بالشباب نعم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من ضمنها أليس سبع الشاب نشأ في طاعة الله عز وجل هذا من الشاب الذين يكونوا في ظل الله عز وجل هذا الشاب هو الذي نشأ في طاعة الله عز وجل ليس بضرورة أن يكون في المسجد في حزب وممكن يكون في المؤسسة التربوية ممكن يكون في المؤسسة التعليمية ممكن يكون في المؤسسة الخدمية ممكن يكون في المؤسسة الإعلامية ممكن يكون في أي مؤسسة وفي النوادي وجوانب الطرفيها المختلفة نعم لكن على هذا الشاب أن يكون أولا يعني أن يكون طرحه طرح بناء وأن يكون هذا الطرح فيه نوع من المرونة حتى يجد ضالته لأنه الشاب إذا كان متطرفا أو كان منزويا أو كان آوى إلى ركن ما فإنه لا شك أربما لا يجد بعض الشاب من يقفون معه فلا بد من المرونة ولا بد من الدعوة إلى الله عزيزيك وعلى الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن من أجل ذلك فالشاب لا بد ونحن في عصر الحديث وعصر الشباب وليس بضلان يكون شابة ممكن تكون كذلك شابة شابة أو شابة فتن أو فتاة يعني فكلاهما مسؤولون وكلاهما فالرسالة موجهة إليهم فينبقي عليهم أن يكونوا مسؤولون عن الدعوة وعن هم الدعوة واستحداث طرائق الدعوة نعم مهم يعني لا بد من اللين نعم ولو كنت فضلا غلي ظلب القلب لن فضوا من حولك فعفع إذن لا بد لأن ما يأخذ باللين لا يأخذ بغير اللين فلا بد من الشباب يعني أول حاجة أن يتعرف إلى الله عز وجل وأن يعرف دينه وأن يعلم أن أمته وهي خير أمة أخرج للناس لأن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نحن نريد شبابا يتشبهون بالغرب أو يغلدون القرب أو كشابة الذين ردعوا في الغرب أن تكون ثقافتهم وأدريتهم وأفكارهم كلها وهي تنصب في مصلحة القلب الشاب المسلم لابد أن يكون شابا قويا لابد أن يكون قويا في دينه قويا في صلته بالله عز وجل قويا في رسالته قويا في هويته وإلا كان الشاب خواءا والحديث عن الجوانب المختلفة زي ما ذكرت إذا الشاب أو الشابة وعندما تحدث عن المرأة هو حديث مختلف حديثنا عن تكوين هذه الأسرة وبناء المجتمع وغيره فالآن أصبحت تحديات مختلفة تواجه النساء في حديثنا حتى إذا شاهدنا في الميديا الأصبحت مفتوحة بنشاهد مشكلات مختلفة للنساء وحكايا مختلفة للمشكلات الأسرية وغيره فده يقودنا مباشرة للحديث عن انتهاج سنته صلى الله عليه وسلم وإصغاط على البناء الأسري الذي هو مؤثر بشكل فعلي في المجتمع نعم هكذا يا وراء صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها أدخلي من أي أبواب الجنان شئتي ذا بمعنى إذا صلت الصلاة المفروض عليها الصلاة المفروض عليها وصامت شهرها وأطاعت زوجها إذن الطعف المعروفة ليس في شنه وليس في المعصية فينبقي على المرأة المسلمة أن تكون كذلك وينبقي على المرأة المسلمة أن تكون كالنساء الخالدات كالنساء نوصل كالسيد عائشة رضي الله عنها وكخذية بنت خويل وكأسماء وأن تهتدي بهديهن لأنه الآن ما نراهه الآن كثيرا من النساء وربما يغلدنا الغرب ربما يغلدنا الغرب في يومهن أو في حياتهن اليومية فعليهن أن يرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفرنا يجب أن نتحدث يعني الآن عندما نتحدث عن تقليد الغرب أو الانتهاء بما موجود في الغرب في المطلق سوف يفهم من البعض في النوع حديث عن كل الجوانب الموجودة في الغرب فخذينا نتحدث في زاوية نأخذ ما نحب أو ما يمكن حتى العلوم أو غيرها من المناهج والعلم الذي يمكن أن يطور الفرد ونترك ما يمكن أن ينافي الدين هذا ما سنعود للحديث عنه صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة وأفضل التسليم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن نحتفي في هذه اللوحة الصباحية بمولده صلى الله عليه وسلم في ربط لهذه السمات وسرد لسيرة المولد والعبر والعظات من هذه السيرة وكيف يمكن أن نسقط على الواقع نرحب من جديد بفضيلة الشيخ صديق محمد الزبير وكنا نتحدث في جوانب مختلفة لوجود سماته صلى الله عليه وسلم على واقعنا تحدثنا عن الأسرة كنوات للمجتمع وكيف يمكن أن تبنى هذه الأسرة لتكون هي أسرة فاعلة في المجتمع محققة للقيم المختلفة في سيرته صلى الله عليه وسلم نعم فكذا ورسى صلى الله عليه وسلم كراعية في بيتها بالنسبة لأبنائها وبناتها لأن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعب طيب العراقي ولا شك ولا ضيب أن المرأة إذا صلحت صلح كل المجتمع وإذا فسد المرأة فسد كل المجتمع لأن بهذه المرأة الصالحة المرأة المربية المرأة التي تعرف دينها وتعرف ربها وتبرز قيمها وأخلاقها وبالتالي هي لا شك أنها تربي جيل جيل ينتظره المستقبل وينتظره المجتمع وبالتالي المرأة لا بد لها دور فعال فينبقي على المرأة المسلمة أن تتقل لها عز وجل تتقل لها في زوجها وتتقل لها في أبنائها لأنها هي بصلاحها يصلح المجتمع وبالتالي المرأة وهي عبارة عن رسالة المجتمع إذا هي ربت أولادها أو بناتها ترباية صحيحة هذه التربية تنعكس في الشارع العام وتنعكس في المؤسسات وتنعكس في كل الدور بتاعة الحياة وبالتالي الإسلام أعطى المرأة حيذا كبيرا وجاربا مهما صحيح وهو جوانب للتحديات المختلفة لأصبحت تواجه الأسر في حديثنا عن طرق التربية المختلفة الآن زي ما ذكرنا أصبحت الفضاءات مفتوحة التلفزيون يربي الميديا تربي السوشال ميديا يصبح الوالدين فقط ولكن هذا لا بد في حديثنا عن الثوابت يعني الحديث عن الرقابة أو الطرق القديمة في التربية ما أصبحت هي الأشياء الممكن الإنسان يصير عليها ولكن لا بد أن نتحدث عن جوانب في غرس الثوابت بحيث أنه هو الإنسان يكون عنده هذه التربية الذاتية وهذه الرقابة الذاتية من غير الرقابة من الأسر نعم ما يسمى بالتربية الفعلية أو التربية القولية إذن لا بد من القول أن يدبعه الفعلي أو يدبعه العمل وده كله يرتكز على أنه هو قائد الأسرة أو مؤسس الأسرة لأنه زي ما قلت إذا كان رب المنزل للضف في ضارف فشيمة أهل البيت أضطرب الرغص معناه إذا كان لا شك صاحب البيت ملتزم ومتزن وهو يعرف ما يراد منه أو لماذا خلقه الله عز وجل وهو مزئول عن هذه الرعية وعن زوجته وأولاده وبراته وبالتالي هؤلاء الأبناء وهؤلاء الأرجال يرون ويسمعون يرون بأم عينهم ويسمعون بآذانهم وبالتالي يعتبر نموزج فعلي وواقعي لأن الطفل في الغالب يقلد أباه ويقلد أمه فعشان كده لا بد من هذه النواة حتى يخرجنا طفل أو شاب صالح يستفيد منهم مجتمع ويستفاد منهم ويصلح نفسه ويصلح غيره إذن النواة الأولى وهي اختيار الزوجة الصالحة حتى يكون هناك جيل صالح صحيح وحن نعود للحديث عن الثوابت المختلفة وما الفراغ الروحي يمكن هو الآن نحن بنجابه به في كثير من التحديات كل عام وأنتم بخير كل أهلنا في الجزيرة وهذه الملامح المختلفة للاحتفاء بولده صلى الله عليه وسلم وهذه المحبة الكبيرة من السودانيين المصطفى صلى الله عليه وسلم وحديثنا نواصل الشيخ صديق محمد الزوغير كنا نتحدث عن هذه المحبة وانعكاسها على الأسر ودائما بنتحدث عن أن هذه المحبة دائما يعني هي توجب الاتباع في جوانب مختلفة للإضغاط لهذه السيم وهذه السيمات المختلفة والقدوة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم كنا وقفنا عند الأسرة وتربية الأبناء يعني حديث عن التربية بشكل خاص كيف يمكن أن يملك الأبناء ثوابت مختلفة لهذه القيمة المختلفة ليكون الفرد صالح في المجتمع معلم النشأة علما يستبين به شبه الحياة وقبل العلم أخلاقا فالمولود لا شك والعربي كما جاء في الحديث أن المولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصدانه أو يمجسانه إذن لا شك الله أن الأبوين وهي معتبروا النواء الحقيقية لهؤلاء الأطفال الذين هم لا شك الله أنهم سيقودون المستقبل فعشان كده التربية لا بد لها لا بد أن تكون تربية حقيقية ولا بد هذه التربية أن تطابق كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتطابق ما هو مواكب حتى لا ينفصل حتى الإبن على المجتمع وما هو على ميزان الشريعة الإسلامية لا بد المواكبة أن توافق الشرق وإلا لا بد أن يضرب بها عرض الحائط لأنه نحن عندنا ميزان وهو الشريعة الإسلامية فينبقي علينا أن نتدن بهذا الميزان وإلا نكون نقرد في مال تظيمة بوله هي موادنة التربية التي نتحدد عنها حتى لا ينفصل الأبناء عن مجتمعهم لا بد أن تكون هذه القيم موجودة في جوارب مواكبة للعصر ولغرائنهم أيضا ولأنه دائما نحن نتحدد عن أن هذا السمع أو هذه التربية التقليدية أصبحت في مجتمعاتنا يعني هي غير مرقوبة حتى من الأبناء وغير صالحة في هذا الزمان فلا بد من وجود طرائق مختلفة للتربية المواكبة يعني للعصر عموما جانب آخر نتحدد عنه في حديثنا عن هذا الذي نتحدد عنه يعني مشاكل مختلفة أصبحنا نراها في المجتمع وهذه التحديات من جوانب لوجود مشكلات للشباب أو التناول للمخضرات أو غيرها من المشاكل المشاهدة في المجتمع أصبحت هي حديثنا فيها يمكن هو حديث عن الجوانب الفراغ الروحي وده مهم نقف عنده فإنه كيف يمكن أن يملأ الفراغ الروحي للشاب عموما حتى لا ينحدر في جوانب مختلفة لهذه المشكلات لا شك ولا ريب أن الشباب يعتبرهم غادة المجتمع وهم المستقبل ينتظرهم وهم يعتبروا أعمدة الأمم فأي أمة ليست لها شباب لا تكون أمة إلا بالشباب لأنهم يعتبروا نواة الحياة فالشاب عليه أول حاجة ينبقي على الشاب المسلم أن يكون قدر المسؤولية ولا يكون حائضا فأمام الشباب الآن ربما كثير من الشباب فقدوا هويتهم لأنهم لا يعرفون ماذا سيفعلون وربما يؤثر فيهم أو يؤثر عليهم الغرب لأنهم ربما عدم السوابت والفراغ الروحي نعم فهذا الكلام يحتاج إلى بناء روحي فأنت بالروح لا بالجسم إنسانا فإذا فقد الإنسان روحه فقد كل شيء كما أن الجسد يحتاج إلى المأكل والمشرب والملبس كذلك الروح تحتاج إلى الغزاء الروحي أو الغزاء المعنوي والغزاء المعنوي هو من الذكر أو قراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل أو صلاة العنوات المخطر أو الالتزام والانضباط هذا كل يعتبر غزاء الروحي حتى يؤجر عليه إنسان وحتى يكون إنسان أدى ما هو مطلوب منه وما خذتهم للجن والإنس إلا ليعبدون فحياة الإنسان كلها تعتبر عبادة ما أكله ومشربه وموانئ ومنامه وما أكله وهلو مجرة فعشان كذا فالإنسان بالروح وليس بالجسد لأن كثير من الناس قال لهم قلوب لا يقلوا بها ولهم آذام لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصن أولئك الأنعام بل هم أضل أشد من الأنعام ليه؟ لأنهم ما استخدموا الروح أو ما وجهوا الروح التوجيه الصحيح التوجيه الذي يستقيم مع دينهم ومع عقيدتهم وهي مداخل مختلفة للتربية الصحيحة المواكبة يعني نحريصين دائما عن حديث المواكبة الجانب اللي نتحدث عنه في الزاوية دي ممكن أننا نتحدث في ختام حديثنا ذا الحلويات والمشاهد المختلفة للاحتفاء بالمولد في الأسر أو في الساحات ممكن تكون هي أيضا بالنسبة للأبناء عموما هي مشاهد لهذا الربط في حديثنا عن أنه السؤال وتفتح عندهم الأزئلة في أنه لما الاحتفال فلماذا نحتفي بمولده صلى الله عليه وسلم وكيف يمكن أن تسقط ذال يعني نسقط هذه حتى الملامح في طرائق التربية والمداخل المختلفة لغرس هذه القيام ونحن مثلا كأبناء أو كمربيين أو كآباء وكذلك الأمهات طبعا كثير من الناس ربما يسوقون أولادهم أو بناتهم إلى المولد أو إلى الميدان إلى ميدان المولد ويشترون لهم الحلوى فينبقى عليهم أن يذكرهم أن هذه الحلوى لم تأتي عبسا ولم تأتي من فراغ ولكن بمولده صلى الله عليه وسلم وبذكر مولد رسوله وسلم زي ما نحن عندنا الأبناء كثير من الناس طبعا بيعملون ويسمى بعيد الميلاد أنا لا أدري من أين جاءوا به فينبقى من باب أولى أن نحتفي بمولد رسوله وسلم وهذه الحلوى نحن نذكر اسم الله عز وجل فيها ونأكل هذه الحلوى بنية أن تكون وهي في داخل أجسامنا وأجسادنا وأن تقوينا وأن تقوي بناتنا وأبنائنا للعبادة والعبادة الله عز وجل وأن نذكر اسم الله عليها وهي مشاهد للإحتفاء موجودة زي ما ذكرنا هي وجودة بيفتح أذئلة مختلفة كل التحايا لكم مشاهدينا في كل مكان وهذه اللوحة الاحتفائية بمولده صلى الله عليه وسلم نرحب من جديد بشيخ صديق محمد الزبير وكنا نتحدث عن الأسرة وتكوين الأسرة جوانب مختلفة تحدثنا عن التربية وتربية الأبناء وكيف يمكن أن تكون هذه التربية بين موازنات غرس القيم والمواكبة دعنا نتحدث عن معاملة الزوجة أيضا أو المرأة عموما إذا كانت الزوجة أو الأختة أو غيرها فالتعاملات هذه قد يشوبها مؤخرا بعض المشكلات دعنا نتحدث في الجانب ذا في إسقاط قيم حياته صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب التعامل مع المرأة تعامل الزوج مع زوجته أو الرجل مع زوجته ولمازج مختلفة من تعاوصه تكون المعاملة حسنة ومعاملة أسوة برصوص الله صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرضى الله واليوم الآخر كما رصصه كان يعامل زوجته والسيدة عائشة رضا الله عنها التعامل الراغي والتعامل الحسن وهكذا كان يدلعها ويقولها يا عائش وكيف نحن ندلع نساءنا وزوجاتنا ونتعامل معهم بلطف وبحنية وبعطف الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آيات لغوم يتفكرون المودة بمعنى الرحمة والإلفة كيف تكون هناك رحمة وكيف يكون هناك عطف وكيف يكون هناك حنان وتبادل وبالتالي ينبغي أن يكون المسلم هكذا يعني صحيح والمودة والرحمة قد يعني مؤخرا نشاهدها ملامح لأنها هي ما موجودة في ثقافاتنا أحيانا يعني ولو إنها هي المفترض من أصل الدين فنحن نزعد بأن تكون هذه القيم موجودة في حياتنا اليومية وسعدنا جدا بحضورك اليوم على شاطئ هذا الاحتفاء بمولده صلى الله عليه وسلم في حديثنا عن سيرته وكيف يمكن أن نصغطها على حياتنا شكرا جزيلا فضيلة الشيخ صديق محمد الزبير شكرا لحضورك معنا اليوم صباحا وتمنى أن نكون قد قدمنا هذه المادة في حديثنا عن عبر وعضات ونهج للحياة يجب أن يتبعه الجميع في حديث عن غرس هذه القيم واستماطة للطيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا وفي أسرنا وعند أبنائنا في التربية لكم كل التحايا مشاهدين وكل عام وأنتم جميعا وهذه الأمة الإسلامية بألف خير وأنا من هنا أشكر الأخذ المدير وأشكر غنات الشروق وكل الفريق العامل أو التيمة العامل على إتاحتهم لنا لهذه القرصة ونقول لهم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد الله قطاكم ونزع الله أن تكون غنات الشروق وهي تشرق ليلا ونهارا وفي أنحاء المعمورة جمعا شكرا لك جزيلا